السلام عليكم مكمل غدائي D-Cure وهو واحد العلاج عبارة عن فيتامين D على شكل كوليكالسيفيرول طبعا من أشهر العلاجات اللي كيعرفوها الناس جميعا حيث الفيتامين D كما كتعرفوه مهم لعدة أعضاء في الجسم ديالنا ولعدة وظائف في الجسم ديالنا هالفيتامين D أو ال D-Cure في تقريبا جوج ديالجرعات كان ديال 25 ألف وحدة دولية وكان ديال 100 ألف وحدة دولية طبعا وكان احتى بعض القطارات احتى هما تحت اسم D-Cure فوقاش كيصلاح هاد المكمل غدائي أولا هاد الدواء ديال D-Cure غالبا كيتعطاب من طرف الأطباء باش نعالجو دك دك النقص ديال فيتامين D اللي كيوقع عند أغلب الناس في العالم خصوصا المرضى اللي كتكون عندهم بعض العلامات إذن شنو هي هاد العلامات ديال نقص الفيتامين ديك تلقى مثلا لبعض الألم كيكون لوحد كيشكيب الحرق في العضام دياله المفاصل العضلات يعني تقريبا الجسم كامل كيحسب لذلك الألم شمرات العياء وما كيقدش نعسم زيان تقلب المزاج ما كيبقاش يعني على خاطره يعني كيكون شوية الاكتئاب شوية الحزن الأمراض يعني كيبقى يمرض بزاف بشكل متكرر حيث المناعة دياله ضعيفة والفيتامين ديحته وراء عبارة عن هورمون مقوي للمناعة الجروح دياله فاش كيتجرح مثلا في الجلد دياله ما كيتجمع شدك الجرح ضغية يعني كتبقى معطلة شي شوية حيث الجلد دياله ضعيف وحتى الأطفال ممكن لقوا عندهم تأخر النمو يعني ما كيكبروش مزيان فهذا كامل من بين العلامات اللي كتخلينا نشكوا واقلها راكين شي نقص ديال الفيتامين دي وخصنا نعوضوه بالتغذية وبالمكملات الغذائية إلى ما كفتناش التغذية إذن كما قلنا هاد الفيتامين دي كي تعطي للوقاية أو للعلاج من نقص فيتامين دي خصوصا كما قلنا عند الأطفال أو للمرأة الحامل كتكون ما كتاكلش مزيان مثلا أو لبعض الناس اللي كتبان فيهم شي عالمات بحل بوراز دهني كيقولك راك نخرج للخروج بحل لدك شي بحل سبولة وبيض وكيكون يعني المختلف جدا عن البراز العادي بسبب واحد الركود كيكون في المرارة يعني ما كتوليش كتخدم مزيان ودك الامتصاص ديال الدهون والفيتامين دي ما كيكونش مزيان فكيخلي أن دك الشي اللي ما تتمتصش كيبقى في المصران وكيخرج مع الخروج وكيولي الخروج عبارة عن يعني بوراز زائد دهون فكيولي ذاك البراز الشكل دياله غريب وباهت يعني ما كيكونش في ذاك اللون ديال البراز أعزكم الله فاحتها دي من العلامات اللي كتخلينا نشكو وقلاركين سوء الامتصاص ديال الدهون والفيتامينات ومن بينها فيتامين دي كذلك الناس اللي عندهم تلايوف الكبد أو للتلايوف الكيسي سيستيك فيبروسيس للناس اللي داروا العمل على المعداء أو للناس اللي ديما يعني ناعسين على الفراش يا إما مريض شافاهم الله أو لا ما كيقدرش ينضم زيان أو لا يا الله دار عملية وكيبقى مدة طويلة هو ناعس على الفراش يعني كيوقع واحد النقصان في البيتامين دي في الجسم دياله العرق ديال المرارة شيمراتي لكي نبوشين ولا فيهم شي مشكل ما كيخليهم شي فرزوا للسائل المراري مزيان حتى هو كيسبب لنا هذا النقص ديال البيتامين دي في الجسم حتى المرارة كتساهم حتى هي في انتصاص الفيتامينات في الجسم كذلك كيتعطاه هاد الفيتامين دي باش نعالجوا أو لا باش نديروا وقاية من هشاشات العظام أو للكساح عند الأطفال وحتى الناس اللي كياخدوا الكورتيكويد يعني حتى هم غالبا كيعطيهم الطبيب بعض المكمنات الأخرى بحل فيتامين دي كيما قلنا باش يعوضوا داك النقص ديال فيتامين دي وباش يحميوا العظام ديالهم من الهشاشات اللي ممكن تكون بسبب بعض الأدوية كيما قلنا الكورتيكويدات بالنسبة للجرعة فمكينش جرعة محددة لجميع الأعمار وجميع الأمراض فحسب التعليمات للطبيب ديالك وحسب الحالة الصحية ديالك وغالبا كتكون يا إما قنينة واحدة في السمانة حتى القنينة واحدة في الشهر يعني كل واحده شنو الجرعة اللي اعطاه الطبيب وخصوه يتشرب يعني مباشرة أو لمعاش مشروب آخر يعني بحل بحليب أو يعني ماشي مشكلة تشرب معاشي حاجة حيث أصلا هذا من الفيتامينات الدوابة في الدهون آدك الآود دي والأهكا كلهم فيتامينات كيدوبوا في الدهون يعني من الأفضل تكون حتى الوجبة يعني فيها شوية ديالدهون ماشي مشكل بنسبة للحامل يعني ممكن يعطيها الطبيب قنينة واحدة في الشهر كامل أما المرأة المرضع فتقدر تحتاج يعني جرعة أقل حيث ماشي بحل الحامل كتكون الإحتياجات ديالها أكبر مثلا المرضع تقدر تحتاج يعني قنينة واحدة كل شهرين أو لكل شهرونس مثلا بنسبة للموانع عشكو اللي مخصوم شيستعملوا هاد للفيتامين دي أو لهاد الدواء دي كور الناس اللي عندهم حساسية يعني فيتليهم شربوا هاد دواء ولقوا حساسية في الجسم ديالهم فكينين يعني مكملات أخرى فيهم حتى هم فيتامين د ماشي ضروري ياخدوا هذا الناس اللي عندهم الكالسيوم طالع في الجسم يعني مثلا إلى دار تحليلة ولقوا الكالسيوم طالع فالفيتامين دي كيزيد من الامتصاص ديال الكالسيوم في الجسم ديالك وهكدا إلا كان عندك أصلا الكالسيوم فائض وشيط بزاف يعني إلا زتي طلعت دوك المقاييس ديال الكالسيوم في الجسم ديالك غدا يوقع واحد الأضرار بسبب ارتفاع الكالسيوم أحجار في الكلاوي ويكون فيهم أنواع مثلا النوع الشهير هو اللي كيكون فيه الكالسيوم وكلقا في التحليلة ديال البولة يعني ممكن يدير البولة يلقى بأن الكالسيوم طالع في البولة فغالبا هناك أحجار في الكلي مخصوش ياخد هذا الدواء ديال ديكور أو لا أي مكمل غدائي فيه فيتامين دي حتى يستاشر مع الطبيب دياله تحبسه ولم تستمر في الأخد دياله هذه العلامات تقدر تدل على التسمم بهذا الفيتامين دي بحل العياب الإسهال أو الغتيان يعني تجيك بحل الترويعة وفرط التبول يعني الجسم يحاول يطرح هذا الفائد الفيتامين دي اللي اخدتي فمن الأفضل توقف على الأخد دياله حتى تستاشر مع الطبيب ديالك شنو ستدير من بعد الأعطار الجانبية اللي ممكن يسبب ديكور للمرضى اللي كيشربوه هو مثلا جفاف الفم كيشف لك الفم ديالك أو كيشف بزاف وكما قلنا حتى الكالسيوم يعني قدري ترسب لك الكلاوي الرية والقلب يعني كيطلعوا مستويات ديال الكالسيوم في الجسم ديالك دا كشي باش الناس قبل تشرب الفيتامين دي باش تشوف إلا كان عندك أصلا الكالسيوم طالع فمن أفضل ما تاخد الفيتامين دي حتى تشوف مع الطبيب ديالك شنو العلاج الانسب لك وحتى الناس يستعملوه مطولا يعني يشربوه مثلا مدة 6 شهور مدة سنة كاملة هو ياخد الفيتامين دي أو يقول الطبيب فيتامين دي عندك ناقص فهذا النسخ يدرون واحد الاحتياط هو أنهم من الأفضل يدرون بعض التحاليل بحل كما من الكالسيوم وهو تحليل اسمه الفوسفاتاز الكالين لك يشوف كيف التحاليل المقدم يعني مشكلة تستمر في أخذ المكمل دي كور الفيتامين دي أو الليلة كانوا تحاليل فيهم بعض الإضطرابات غالبا إذا كانوا طالعين فمن الأفضل ما يأخذوه حتى يستشر مع الطبيب ويشوف لهم تحليل لك لكي لا يقعوا أعطار جانبية بسبب هذا الخلط مع الفيتامين د أو كل التحاليل التي طالعين لهم وهذا خصوصا الناس يأخذوا بعض الأدوية اسمتهم دي جيطالين من نوع دي مثلا أشهر واحد دي الدكور أو الفيتامين د حتى يستشر مع الطبيب لهم لكي يعرفون ما سيقومون من بعد وكان المكمل آخر يعني هو شبيه له دي طروا نورم هو فيتامين د غيره هذا عبارة عن الجرعات يومية في 200 واحدة دولية في كل اقتراء من هذا الفيتامين د ثلاثة أما هذا يعطى بجرعات أسبوعية يعني وحدة في الأسبوع أو لوحدة في الشهر بينما هذا دي طروا النورم حتى هو فيتامين د يعني ره نفس المادة ونفس البيتامين كان هنا وكان هنا غير هذا يتشرب يوميا وهذا يتشرب مثلا أسبوعيا أو لا شهريا إذن كانوا معلومات مختصرة على البيتامين د وأشهر المكملات الغذائية يعني في الصيدليات كان مكملات أخرى ولكن هذو هم المتوفرين أمامي باش نشرح لكم بعض المعلومات اللي هم نطلقوا إن شاء الله في فيديوهات أخرى منا ألف السلام شكرا